فعلا من أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي اللي جربتها الأيام اللي فاتت وتقدر من خلال الأداة دي تعمل أكتر من حاجة سواء بقى إنشاء أو تعديل أو عادة تلوين أو تصحيح وعمل إضافات في مجال السور وهتلاقي حاجات تانية كتير أدية متميزة جدا في مجال السور تقدر من خلالها تحول أي سكيتش لصورة بالألوان والعكس وتقدر تشيل أي جزء من الصورة وتبدله بحاجة تانية أو تجيب أفكار لصور معينة مع تحديد عوامل سبتة يعني زي ما انت عايز الأداة الرغيبة اللي بتكلم عنها هي promai.com اسم الأداة موجود قدامك بالكامل تقدر تستخدم الأداة دي بأكتر من طريقة على لألف مواقع الخدمات بدون أي خبرة وبدون مهارات من الصفحة الرئيسية اضغط على login sign up تقدر تسجل الدخول على طول من حساب جوجل أو تقدر تعمل حساب بإيميل جديد تقدر من الداشبورد تعمل أكتر من حاجة يعني تحول الصور العادية لرسومات sketch كأنها من فيلم anemy يمكن كمان المميز في أداة promai انها بتجمع أكتر من أداة وأكتر من وظيفة مهمة بالنسبة للتصميم والسور في مكان واحد وبتاخد منها نتائج دقيقة جدا وعالية الجودة لما تدخل على الداشبورد هتلاقي قدامك أدوات كتير متنوعة أبدأ معاك ب sketch rendering واللي بشوفها أداة تحفة لأنك بتحول أي صورة sketch لتحفة فنية بالألوان اضغط على upload علشان ترفع أي صورة موجودة على جهازك ومن هنا تقدر تختار أي موديل من اللي قدامك دي وبعدها تقدر تحدد المود أو تقدر تكتب وتحدد اللي انت عايزه بنفسك وضغط على generate شوف النتائج وبمجرد ما تبدأ تجرب الأداة والstyle اللي فيها هتلاقي نفسك بتطلع الصور حلوة جدا بدون أي مجهود وبدون ما تاخد وقت في أي حاجة تقدر تقيس على كده أي حاجة تخيل كده إنك تحول أي صور sketch بسيطة للصور بالألوان بالشكل ده وفي تكر في طريقة ربحية لسه أيل عليها تقدر تستفيد منها من الجزء ده كده بس تقدر كمان تشيل أي جزء من الصورة وتحط حاجة مكانه زي ما شرحت قبل كده في أداة inventing tool لكن في أداة PROM AI الموضوع أسهل كتير وأقوى ممكن كمان أمسح الجزء ده وحط مكانه دي مثلا وفي أداة تانية برضو جميلة AI Supermodel لو عايز مثلا بتبيع هتوم على فيسبوك ماركت بيليز أو بتسوأ لأي حاجة خاصة بالملابس ومش عايز تطلع بنفسك أو مش عايز وشك كيبان في الصور يبقى الأداة دي هي الحل بالنسبة لك هترفع الصورة وليكن أنا بسوأ وعايز أبيع الجاكت ده ببساطة كده اضغط على الجاكت واختار الموضل والخلفية كمان واضغط على generate وكده كله تمام بقى عندك موضل ولبس الجاكت اللي انت بتسوأه والسور جودتها عالية جدا وشكلها طحفة كمان هتلاقي sketched photo tool ودي مميزة جدا في تحويل أي صورة لرسوم sketch وغير كده أدوات تانية زي background vision ودي مهمة جدا لو عايز تعمل تركيز على منتج معين أو حاجة معينة في الصورة وبتشيل أي حاجة مشتتة وبرضو تقدر تستفيد منها في الطريقة الربحية اللي لسه كنت بنوع عليها من شوية أدوات كتير قوية جدا تقدر تعتمد عليها بأكتر من طريقة أنصحك تجرب كل الأدوات دي وإمكانياتها بنفسك وشوفها تقدر تستفيد منها ازاي على قد ما تقدر تغيير طبعا الطرق اللي أقول لك عليها في حلقات الشرح الكامل للموقع أتمنى التوفيق للجميع دمتم بخير واشوفكم الحلقة الجاية